أهلا بكم لتفاصيل بداية ألغى الوزير الأول عبد المالك سلال رسميا ترخيص مصنع الاسمنت بوادي الطاقة بولاية باتنة بعد الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة تنديدا بهذا المشروع أين عطت تعليمات بضرورة المحافظة للطابع الفلاح حي للمنطقة وطلب الوزير الأول عبد المالك سلال سلطات المحلية بولاية باتنة لتجنب الاستثمار المخالف لطبيعة المنطقة ومن المرتقب أن يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال مع وفد ممثلي مواطني وادي الطاقة